موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الكرام اهلا بكم الى حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة والبداية من عناب بلدي حيث جاء في ابرز عنوينها روسيا وليد المعلم سيقود وفد النظام السوري قال جنادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي ان وزير الخارجية السوري وليد المعلم سيقود وفد الحكومة السورية في مفاوضات جينيف المقبلة واضف جاتيلوف لوكالة انترفاكس الروسية عن حزب الانتحاد الديمقراطي الكردي يمكنه المشاركة في مرحلة ناحقة من محادثات السلام السورية في جينيف صحيفة الوطن المقربة من النظام قالت ان دمشق سلمت اسماء وفدها المفاوض على ان يرأسه الجعفري واشرف عليه نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد بعضوية عدد من كبار المحامين وكبار موظفي وزارة الخارجية وبالانتقال الى عنوان اخر ناشط دارية يطالبون بفك الحصار ويدعمون الهيئة العلياء للمفاوضات وفي التفاصيل نظام المكتب الاعلامي في المجلس المحلي لمدينة دارية بالغوطة الشرقية مظاهرة لرفع رفع فيها المشاركون لافتات تطالب بفك الحصار عن مدينتهم وشارك في الوقفة عدد من اعضاء المجلس المحلي وناشطون من مؤسسات اخرى اضافة الى عناصر من الجيش الحر في المدينة بحسب حسام عياش احد المشاركين عياش اكد لعنى بلدي ان المظاهرة تهدف بشكل اساسي لدعم الهيئة العليا للتفاوض وحثها على الثبات على اهداف الثورة وثوابتها اضافة الى اظهار وضع المدينة في ظل الحصار المستمر منذ اربع سنوات وحتى اليوم واستهدف الطيران المروحي المدينة باربعة وعشرين برميلة متفجرة منذ صباح يوم وحتى لحظة اعداد التقرير وفق المجلس المحلي لمدينة دارية الامر الذي اكده مراسل عين بلدي بدوره قال المركز الاعلمي للمدينة ان صواريخ ارض ارض استهدفت المدينة ما خلف دمارا كبيرا مضيفا ان قوات الاسد حاولت التقدم على المحور الغربي الواقع بين دارية والمعظمية ولكنها فشلت وننتقل مشاهدين الى موقع اوريانت نيت حيث جاء فيها السويد تعتزم ترحيل نحو ثمانين الفلاجة في خطوة تؤكد تغير سياسة الابواب المفتوحة التي انتهجتها بداية ازمة اللجوء تعتزم السويد ترضى نحو ثمانين الفلاجة وصلوا الى البلاد خلال العام الماضي بعد ان تم رفض طلبات اللجوء التي تقدم بها وقال وزير الداخلية اندريس ايجمان امس الاربعاء في تصريحات لصحيفة داجينيس اندستري المالية وللتلفزيون العام اس فيتي ان بلاده بصدد ترضي ستين الفا مشيرا الى ان العدد قد يرتفع الى ثمانين الف شخص واضف ايجمان ان الحكومة طلبت من الشارطة ومن مكتب الهجرة تنظيم عمليات الطرد مشيرا الى ان السلطات ستلجو الى استئجار طائرات كاملة لترحيل الاشخاص وان العملية قد تمتد الى عدة سنوات هذا وتقدم 163 الفلاجة عام 2015 بطلب لجوء الى السويد التي يصل عدد سكانها الى نحو 9 ملايين نسمة وننتقل مشاهدين الاعزاء الى شبكة شام ونطالع فيها واشنطن تدعو المعارضة السورية لحضور محادثات جينيف دون شروط مسبقة حثت واشنطن المعارضة السورية على انتهاز الفرصة التاريخية لحضور محادثات جينيف دون شروط مسبقة بينما اعلنت الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة تأجيل قرارها بشأن المشاركة بجينيف الى الخميس وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية مارك تونر ان امام فصائل المعارضة فرصة تاريخية للذهاب الى جينيف واقتراح سبل جادة وعملية لتنفيذ وقف لاطلاق النار واطاحة وصول المساعدات الانسانية وغيرها من اجراءات بناء الثقة مضيفا وينبغي ان يفعل ذلك دون شروط مسبقة وفي المقابل قال المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب ان الجدل الدائر حول الدعوات الشخصية للمشاركة في محادثات جينيف ينبغ من الاستجابة لمحاولات النظام وحلفائه عرقلة العملية السياسية وننتقل مشاهدين الى عنوان اخر في شبكة شام ايضا على الرغم من توجيه دعوة له لحضور مفاوضات جينيف جهاد مقدسي لن يحضر كتب جهاد مقدسي الناطق الاسبق باسم وزارة الخارجية في النظام عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماع فيسبوك انه تلقى دعوة لحضور محادثات جينيف لكنه لن يشارك في جولتها الاولى ونشر مقدسي ما بدأ انه خطاب موجه للمبعوث الخاص للامم المتحدة لسوريا ستيفان ديمستورا شكره فيها على الدعوة وقال انه لن يحضر واضف عملية تشكيل وفود المعارضة السورية شبه الكثير من الاشكالات بين مختلف اطياف المعارضة السورية وتجاذبات على صعيد الدول المعنية في الازمة السورية الامر الذي ادى في نهاية المطاف الى تشكيل سريع لوفود لا تحظى حتى اللحظة بالانسجام المرجو في ضوء هذا لاستحقاق المهم المصيري ونبقى في شبكة شام مشاهدين ونطالع في هذا العنوان مجلس الامن القومي التركي لما كان لنظام الاسد وحلفائه من التنظيمات الارهابية في مستقبل سوريا واكد مجلس الامن القومي التركي ضرورة عدم مشاركة النظام السوري واي من التنظيمات الارهابية مثل تنظيم الدولة الاسلامية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وذراعه العسكري وحدات حماية الشعب في بناء مستقبل سوريا وذكر بيان صادر عن المجلس في ختام اجتماعه الذي عقد مساء الاربعاء برئاسة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في العاصمة التركية انقرة ان المجلس شدد على عزمه مواصلة الكفاح ضد كافة اشكال الارهاب وتطرق البيان الى الاحداث التي تشهدها سوريا حيث اشار الى ان المجلس بحث التهديدات الصادرة عن سوريا وانعكاساتها على امن المنطقة واستقرارها وتطورات الاخيرة فيما يتعلق باجاد حل سياسي للازمة السورية واضح البيان ان المجلس اكد على مواصلة دعم تركومان والمعارضة السورية وننتقل مشاهدين الى موقع بي بي سي عربي ونطالع فيه محرر ويكيبيديا يوقعون على عريضة تطالب بالتصويت لحجب الثقة عن مجلس امنائه ايد اكثر من مئتي محرر من موسوعة ويكيبيديا الالكترونية اجراء التصويت لحجب الثقة عن مجلس امناء الهيئة الرئاسية للموقع وكان ارنون جيشوري المدير السابق للموظفين في جوجل قد عين في مجلس ادارة مؤسسة ويكيبيديا الشهر المجاري ويعترض محرر موسوعة ويكيبيديا على تعيين جيشوري بساوي مزاعم علاقته بابرام سفقة بين ابل و جوجل وقال احد محرر ويكيبيديا انهم اصيبوا بالصدمة ابان تعيين جيشوري في مجلس امناء مؤسسة ويكيبيديا في حين انتقد البعض مؤسسة ويكيبيديا مؤسس ويكيبيديا جيمي ويلز حوالي عشرين محرران من ويكيبيديا من بينهم اثنان من مجلس امناء الموقع بصورة علنية جيشوري وكتب احد المحررين غير الراضين عن تعييني جيشوري انا مصدوم لماذا تم اختيار هذا النوع من الاشخاص واضف محرر اخر ليس لدي اي ثقة في كافة اعضاء امناء المجلس وعلى الاخص ويلز نفسه مشيرا الى ان المجلس نفسه في وضع يرثاله وضع ثقتنا بانه يعمل لتقديم افضل المشاريع وبالانتقال مشاهدين الى موقع جريدة الحياة نطالع في عنوينه علاج الكسور بشريحة الكترونية انها تقنية الكترونية مبتكرة من شأنها رفع فعالية علاجات كسور العظام اذ طور باحثون المان جهازا الكترونيا صغيرا يزرع في العظام ليقدم معلومات عن مدى استجابتها لعلاج الكسور فيها عندما تتعرض العظام للكسر يحتاج التئامها الى بعض الوقت كما ان هناك كسورا لا تشفى في شكل كامل على رغم عمليات الجراحة ويراقب الجهاز الالماني بدقة مرحلة علاج الكسور والتئامها وفي تصريحات اعلامية متنوعة اوضح الدكتور كلاوس زايدة من مستشفى الحوادث في مدينة هامبورغ الالمانية طريقة عمل تلك التقنية وبين انها تعمل بشكل بسيط نصبيا اذ يجري تثبيت شرائح مجهرية فوق لوحة الكترونية صغيرة مزودة بسلك هوائي ثم تدخل الى العظم فترسل اشارات مستمرة عن مراحل التئام الكسر وبالانتقال مشاهدين الى صحيفة الشرق نطالع في ابرز عنوينها اطفال بلا طفولة حذر خبراء في الرياضة من الاثار السلبية لادمان الاطفال والمراهقين الالعاب الكترونية وطالبوا باعادة الاهتمام بالرياضة داخل الاحياء وفي المدارس وبحسب هؤلاء يقود ادمان الالعاب الكترونية الى العزلة عن المجتمع وحتى عن بقية افراد الاسرة وعدم الاستمتاع بالطفولة علاوة على الاصابة ببعض الامراض ومن بينها السمنة ويرجع الدكتور عبدالعزيز السلمان اشتياح الالعاب الالكترونية للمنازل الى سهولة استخدامها ونقلها وما تحدثه من شعور بالمتعة لكن هذه المتعة مؤقتة بحسب تعبيره ولا تقارن بالمتعة التي تجلبها الممارسة الفعلية للرياضة داخل المراكز الرياضية والمدارس تبقى الرياضة هي المحفز الاساسي للصحة وممارستها دليل على انتشار الوعي الصحي وتنمية مهارات الجسم والعقل على السواء لكنها من جهة اخرى تشكل خط الصد الرئيس في مواجهة ادمان الاطفال والمراهقين على الالعاب الالكترونية التي غزت البيوت خاصة بعد ان وضعت هذه الالعاب في متناول هذه الشريحة من خلال الاجهزة الذكية والجوالات المهتمون بالرياضة تقوا جرس الانذار من هذا الزحف المخيف داخل الاسرة مشددين على اهمية تنشيط الرياضة كمنشط اول التغلب على حالة الكسل والخمول وربما الفشل الدراسي او السقوط في براثن الادمام لدرجة انهم يطالبون بالزيادة الاهتمام بالحصص الرياضية ويعطائها اولوية قصوى بهذا المقال مشاهدين الكرام نكون وصلنا لنهاية الحلقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة